احنا خريجين كريات القانون خرجنا اليوم بتظاهرة من اجل شموننا بالتعيين وشموننا بموازنة 2023 كون الشريحة الاكثر مظلومية بالبقية الشرائح من 2016 لحد الان ماكو اي تعينات لخريجي القانون فمطالبنا واضحة شموننا بالتعيين وشموننا بموازنة 2023 احنا حاليا من 2016 لحد الان احنا متظاهرين طلعنا بال2019 وخرجنا بال2020 بغداد والان اليوم طلعنا لعله وعسى انه تحقق مطالبنا كل الشرائح اللي والخريجين الكليات والاقسام الاخرى مشمولة بهذا التعيين الا خريجي كلة القانون من 2016 لحد الان ما مشمولين باي درجة وظيفية لحد الان احنا وما يعني كل الاغسام مثلا كليات الزراعة كلها مشمولة المدرسين الا كليات القانون قليلة اللي هي داخلة من ضمن المحكمة يعني محامي يشتغل وللنسبة الاخرى ما احنا هدفنا شنو هدفنا التعيين هدفنا التعيين مطلبنا ان شاء الله احنا نطلبنا الحكومة ان موازنة 2023 تضمن انه حقوق كتعيين لحد الان اي حق لكليات القانون ما موجود طبعا ناشد اعضاء مجلس محافظة محافظة المثنة اعضاء مجلس النواب اللي يمثلون محافظة المثنة داخل قبة البرلمان بتضمين مادة الحقوق في وزارة التربية لاشغال عدد من خريجين القانون في هذه المادة اشتركوا في القناة